حضراتكم مرة أخرى وملف آخر ودائماً كل موسم تقريباً هو ملف كل موسم عند المنتمين اللي عند هي أخرى ولعابين سابقين في عند هي أخرى ومبدأ أو مفهوم العدالة اللي احنا قلنا قبل كده هو مفهوم العدالة ربما يكون له وجوه كثيرة ولكن عند البعض ربما يصل إلى فكرة يعني لازم تيجي على الأهل شوية عشان يبهيها دي العدالة لكن أو تدخل الأهلي ويكون سبب أو أن النادي الأهلي هو اللي بيتجامل من القضية دي أو أن النادي الأهلي هو اللي بيدير كل الأمور المتعلقة بكل شيء موجود عند مسؤولين آخرين من أحد ملفات العدالة دي هو اللي دايماً بنتكلم فيها ولكن مع كل موسم بيجادوها ليه الأهلي ما بيلعبش في إسماعيلية وليه الأهلي مختصر سفروا في القاهرة وإسكندرية السفر الإسكندرية والتواجد في القاهرة كابتن عفة نصار بمفهوم العدالة نسمع الفيديو عشان نرجع نعقب احنا عندنا مباريات العدالة بتاعت التوزيع بتاعت المباريات هل هفضل أنا نادي بيلعب في حتتين بس في مصر بيلعب في القاهرة وإسكندرية بس؟ يعني النادي الأهلي ما بيلعبش في الحتتين دولة بس؟ في دواعي أمنية؟ أنا بصفة شخصية عفة تهو أنا بقولك بش حاجة اسمع دواعي أمنية دواعي أمنية دي كانت طلقة الحاجة عمر حسين وفترة المستمر الزمالك ما بيلعبش برضو كده كده؟ ها؟ انت بتتكلم الزمالك ما بيلعبش بنفس الأسلوب؟ لا 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 الزمالك بيلعب في كل حتة ها كل حتة زمالك بيلعب فيها بيروح لإسماعيلية ها بيروح ها بيروح طب انت عنك المصري برضو نفس الموضوع؟ المصري عنده الزمالك كان بيروح طول السنية اللي فات قبل كده الاهلي كانش بيروح عشان الحادثة خلاص عدد انتهت إسماعيلية قالك لا عجل نفس الطريق يا جماعة وبعدين حظي مثلا وحش الملعب لا ما بيلعبش لا حظي بقى لا 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 أعتقدش فأسوان أتفق يا جماعة لقى تلعبوا المطشين هنا ومش عالك ومن اي حد من حق اي حد يتكلم في اي شيء يخص العدالة لكن يا الفكرة كلها هي العدالة دايما بتيجي بضرب الامثلة بالنادي الاهلي هي دايما ده اللي بيحصل ليه؟ لانه عنده قناعات داخلية ان النادي الاهلي دايما بيجامل وبيقول ان النادي الاهلي بيلعب في منطقتين بس او في ملعبين بس او محافظتين بس ونادي الزمالك اللي بيروح كل حتة في جمهورية مصر العربية اي كلام مرسل سهل جدا اي حد يصدق لكن احنا هنا ما بنقولش كلام مرسل احنا هنا بنجيب المسم ودنشوف ال34 مباراة الاهلي لعب في كامة محافظة والزمالك لعب في كامة محافظة بما ان الكابتن عفة نصار كان شايف ان الزمالك بيلعب في كل حتة والاحلي بيلعب القاهرة واسكندريا بس الاهلي لو نستعرضنا الصورة لعب 34 مباراة موسم 2021 24 مباراة في القاهرة 5 مباريات اسكندريا ثلاثة في السويس واحد الغربية واحد البحر الأحمر يعني أهل القاهرة سكندرية سويس الغربية البحر الأحمر دي المحافظات الخامسة اللي الأهل اللاعب بيهم ورد جدا يكون كابتن عفة نصار قال اتنين من خمسة قريبة طب الستة وعشرين نبقى محافظة اللاعب فيهم نادي الزمالك لا لعب في القاهرة تلاتة وعشرين مباراة لعب في سكندرية خمس مباريات لعب في السويس تلات مباريات لعب في الغربية مباراة لعب في اسماعيلية مباراة البحر الأحمر مباراة يعني إيه؟ يعني من ضمن الاربعة وثلاثين مباراة في الموسم ده نادي الزمالك لعب مباراة واحدة أزيد من النادي الأهلي في محافظة الإسماعيلية وباقي المحافظات تقريبا شبه تساوي باستثناء القاهرة 24 عند الأهلي 23 عند الزمالك لأنه لعب مباراة الإسماعيلية الإسماعيلي في الإسماعيلية طب لما نيجي نقررنا بالموسم اللي قبله الموسم اللي قبله النادي الأهلي اللي انت شايفه انه هو ما بيخرجش برا القاهرة والاسكندرية والزمالك المظلوم بيلف مختلف المحافظات كنوع من مجاملة النادي الأهلي نبص برضه بالراحة وبنرد بالورقة والقلب عندنا 34 مباراة الأهلي لعب في القاهرة كان 24 الزمالك لعب في القاهرة أكتر 27 أكيد ده حيقصر عدد المباراة بعد كده لأن في الاسكندرية الاهلي لعب 7 الاسكندرية الزمالك لعب 5 تعالوا بقى نشوف البحر الأحمر مباراة للأهلي ومباراة للزمالك ومباراة للزمالك فعلا في الإسماعيلية النادي الأهلي لعب في مباراة في أسوان اللي الزمالك ملعبش فيها كده احنا بنرد بفكرة هل انت شايف فيه فجوة في عدد المباراة ما بين الأهلي والزمالك في مختلف المحافظات اللي خليك تستنتج ده درد بس أنا عايز أقف عند كم نقطة في اللي تقالي يا أسامة لأن أنا بشوف الكلام فيه حاجات خطيرة جدا أولا انت قبل كده اتكلمت في الموضوع ده وبرده نقشناه هنا وتكلمنا فيه وطرحناه وليه السؤال بيطرح بصيغة أن الاسماعيلي أو الآن يا بيروحش الاسماعيلية مش اللي اسماعيل يا بيروحش القاهرة دي مشكلة بعيدا بقى عن الطرح ده كابتن محمد فاروق وانت قلت جملة أنا متفق معاك فيها أن أي حد حقه يقول رأيه ولكن انت كابتن محمد فاروق عارف الضيف اللي جاي لك خلفية كلامه ومدى منطقية تصراحاته براحتك انت بتعمل شغل فرقاء مشاهدات تمام ولكن لما جي أنا أسامة قضيف اقول جملة في غاية الخطورة مفيش حاجة اسمها موافقات أمنية لا ده هنا مش رائع ده كلام خطير جدا في ملف في ناس أكبر مننا قائمة عليه عارفة كويس جدا مسبباتها بتشتغل بشكل عارفة أسبابه ايه ما ينفعش بقى أنا قاعد في استوديو في التكييف أقول مفيش حاجة اسمها موافقات أمنية يا جماعة لا يصح ولا يجوز وده تحريد للجمهور فإذا دي نقاط ما ينفعش تعدي مفيش حاجة اسمها مفيش موافقات أمنية لا حضرتك مش جهة ان هي تقول الكلام ده واتحاد الكرة عنده خطابات أمنية نتيجتها بيطلع ما يخص الموافقات خلينا بس لنا تخطى ونمشي واحدة واحدة مع كلامه النقطة الأولى هو تكلم عن المحافظات جبنا له المسلم اللي فات هو محق إن النادي الأهلي ما راحش اسمعليها وإحنا هنناقش ليه النادي الأهلي براحش اسمعليها رغم إن أنا قشناها قبل كده لكن الأهم كان في المسم اللي قابله إن النادي الأهلي راح لعب مع أسوان ولعب في حرة أسوان ولعب بالنهار وفاز النادي الأهلي في أسوان أعتقد أعتقد لو سألت أي حد يا اسمعليها أبعد ولا أسوان أبعد أشير هيقولك أسوان يعني إذا كنت أنت راحت اسمعليها فأنا كنادي أهلي رحت في الموسم ده أسوان والزمالك مرحش أسوان طيب لما أنا مرحش اسمع لها الموسم اللي فات والزمالك رحل اسمع لها زمالك بطل الدوري طب الموسم اللي قابله لما أنا رحت أسوان والزمالك مرحش أسوان ولابن وراتين فقيرة كنت أنا بطل الدوري ففكرة العدلة هي مفهوم مطلق لكن الخطاب ما يكونش بالشكل ده لأننا عندنا كلام تاني بقى عن فكرة ما هو أمني وما هو الضرر اللي وقع على نادي الأهلي. لكن كمان لما نتكلم نبقى واخدين بالنا من ترتيب العدلة دي ومن ترتيب المباراة دي. يعني نادي الأهلي الزمالك لما يلعب 23 مباراة في القاهرة الموسم الماضي. يكون فيه تقريبا 3 شهور ما بيخرجش بره القاهرة. ما لا فاتتش انتباعك دي يا كابتن عفت. من 7 فبراير إلى 20 ماي. 13 مباراة لعبها نادي الزمالك داخل القاهرة خلال 3 شهور ما بيخرجش بره القاهرة. وأول ما خرج بدأت تبقى في نتائج سلبية. فأتى التوقف الدولي من 1 6 ل 15 6. لكن الكابتن عفت نصار ما شافش ده. ومش هيشوف ده. ومش هيشوف ده. ليه مش هيشوف ده؟ لأنه مش شايف جر حاجة واحدة فقط لغير. إن الكون كله في مصر. الرياضة المصرية كلها بتخدم على نادي واحد فقط لغير. هو النادي الأهلي. لو حاولت تقنع ورقة وقلم وإحصائيات ودراسات ومواقف كتيرة جدا. مش هيشوف مش هيشوف ده. هو هيشوف فقط لغير نادي الأهلي بيتمهم جملته. طيب دي النقطة الأولى بتاعة المحافظات.